هذا اليوم الذي قرّه جلالات الملك محمد السادس حفظه الله هو يوم يعرضي صحيح الحصيلة ولكن أيضاً هو يوم لإطلاق تفكير عميق من أجل ترصيد المكتسبات ومن أجل أيضاً تطوير الخدمات العمومية احتفاءاً باليوم الوطني للمهاجر الذي أقرى جلالات الملك محمد السادس حفظه الله نظمنا مجموعة الأنشيطة لقاءات عملية بغينا منها نخرج بمخرجات عملية توصيات نستتبعها بمقططة عمل قائمة نرسد خلال الاستماع لهذه الفئة من المواطني لأنه سيشاركوا معنا في هذه الأيام في هذا اليوم الوطني بحيث أن اليوم الوطني بالرباط الذي تحت عنوان يرفع المساهمة المغرب القتنة بالخارج في الأورج التنموية سيساهم معنا خمسة الكفاءات المغربية بالخارج بأربع قارات سيكون نقاش صابي وكانت فرق عمل الشغلات على مخطط عمل مع السيجوائم مخطط عمل مع الويف بي بي تي اللي يطلق في شوتنبر من أجل المساهمة في التكوين ومع وزارتي الصحة والتعليم العالي بالإضافة اللقاء في النادور اليوم بشاركة مع وزارة العدل شاركت معهم عن طريق عن بعد على أساس أن يكون تفكير للوصول إلى توصيات لمخرجات فيما يتعلق منظومة العدالة والمغاربة القتنة بالخارج ما هي المشاكل التي يعنيها في هذا الكوفيد 19 المهاجر المغربي؟ كل بلد العالم اليوم تتعيش بالفعل الإشكالات لكن أيضا الجميع يبحث على مخارج كيف يمكن أن يترجم هذه التحديات إلى فرص فرص لانطلاقات جديدة فرص لاكتشاف أولويات اقتصادية جديدة عند علاقة بالنمو الاقتصادي العالمي يقال على أنه ورغم هذه الإزمة المغاربة في الخارج بقوا على ذلك العهد ديالهم وتصفتوا زال مساهمة ديالهم المالية للعائلات أي تضامنا مع ما يعيشه المغربي أبي تبعت الحال أن تحولات المالية على الرغم أن كل الدراسة تأكدت على الناسة خفيفة في كل العالم ولكن مغاربة حافظوا على مستوى كبير جدا من التحولات المالية لأن كما قلت لاحظنا أن العملية التضامنية مستمرة عملية التحويل للأسر مستمرة عملية المساهمة في الاقتصاد المغربي مستمرة وهذا يشكل هذا الضمانة أساسية يعبر أيضا على الانتماء الحقيقي لهؤلاء المغربة وعلى الاهتمام الذي يمكنونه للمغرب وعلى الحب أيضا الذين يحملونه في قلوبهم للمغرب إذن هذه فرصتنا جميعا يجب أن نعملها على تكثيف هذه المساهمة وإن شاء الله ستعود بالخير على بلدنا الرسالة التي يمكن أن نوجه لمغربة العالم هذه الأزمة وهي رسالة الأمل وأن بلدنا الحمد لله في عيدين آمنة ونصاحب الجلالة صهر بنفسه على مواجهة هذا الوباء والبلد حققت نتائج أجادة بها العالم وهي تشكل عنصر افتخر حتى لجاليتنا نحن نعمل هذا الوقت وفدعاتي أنه نعمل هذا الواضع وفدعاتي تشكل عنصر والفنكم uma iniciativa الواضح وهي مجبوض والفمعز وفتحاتي 関ة العريض ويقوم بزراجع والطيلة العربية ومجبوض انذكر ون发ه لتشاهد وضع لخطر رمكو وضع وليت البدا شكرا